كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية أينما حلف أنه يكون في صدارة الصورة سواء ظهر منفردا ممتطيا صهوة حصانه الأبيض مثلا أم بين جنوده وقاداته العسكريين المصفقين المهللين بإشراقة زعيمهم المبتسم قد يكون هناك رابط بين حدة التصفيق والابتسامة لكن الأكيد مشاهدين هو أن منظر الصواريخ الباليستية من شأنه أن يزرع الابتسام على ثغر كيم جونج أون إطلالته كانت كفيلة بأن يذرف البعض دموع الفرح بينما مسح كيم بيده على ناقلات الصواريخ إلا أنه في مشهد آخر لم يكن كيم لوحده في الصدارة فقد ظهرت أيضا ابنته لفتت الأمضار أثناء تفقدها لمصنع للصواريخ الباليستية متوسطة المدى تظهر الصورة كيم جونج أون وابنته يسيران بين الصواريخ من طراز هوانسونج 12 داخل صالة عرض كبيرة يعد هذا الظهور العلنية الثالث لابنته كيم جونج أون فقد ظهرت في المرة الأولى مع والدها لمشاهدة إطلاق تجربي لأكبر صاروخ نووي في البلاد وفي المرة الثانية ظهرت للقاء مسؤولين عسكريين أما هذه المرة فتمثل أول ظهور لتفقد مصنع أسلحة المعلومات شحيحة عنها نوعا ما فوسائل الإعلام الحكومية لم تكشف عن اسمها بل تصفها بالطفلة المفضلة والغالية على قلب والدها لكن ليس من المعلوم كم هو عمرها على وجه الدقة إلا أنه من المعتقد أنها تبلغ عشر سنوات من العمر بغض النظر عن هذه التفاصيل فإن الظهور المتكررة لابنة كيم جونج أون إلى جانب ترسانة البلاد العسكرية يدفع الكثيرين للتساؤل فيما يتم إعداد هذه الطفلة مثلا لمسك دفة القيادة خالفا لوالدها ذلك فضلا عن الاهتمام الدولي بعمتها كيم يونجونج التي ينظر إليها على أنها النائب المحتمل لتولي زعامة العائلة والحفاظ على السلالة على إلى أن يصبح أحد أطفال كيم في سن تؤهله لتولي زمام القيادة كيف نظر بعض المغردين إلى ظهور ابنة كيم جونج أون مثلا هنا علي يقول في هذه التدوينة الزعام الكوري شمالي كيم جونج أون فقدوا مع ابنته مستودع الصواريخ الباليستية كي أن 23 القادرة على حمل رؤوس حربية نووية الظاهر ستكون الحرب العالمية على يد ابنة كيم جونج أما نور فهذا ما تقوله لا وقت للعب يا ابنتي العالم يحترم الأقوياء فقط شكرا لمشاهدة كاتراندينج سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها